أقوى المواقف في هذه المرحلة وهذه الأيام كان لسماحة سيد القائد مغتد الصدر عزه الله عندما طالب قبل أيام طلبا مباشرا الحكومة بالإفراج عن مقاومي الاحتلال الأمريكي البريطاني الغاشم للعراق وخاصة من المقاومين من أتباع التيار الصدري وجيش الإمار المهدي عليه السلام كما طالب أيضا بأن يكون هناك موقف يعني من الحكومة طبعا أنا شفت الردود الفعل واللي صارت وراء موقف سماحة سيد القائد مغتد الصدر عزه الله وواحدة كان الأستاذ الكاتب والسياسي المهم الأستاذ عصام حسيد وأكد أن هذا موقف لسماحة سيد القائد مغتد الصدر لم يتغير هو موقف حقيقي ودائما يدعو إلى ذلك والآن الكرة بملعب الحكومة طلعوا الباقين يقولوا له إحنا لا الإطار يقول مجرم وملعون كل من يسجن مقاوم مجرم وملعون كل من يسجن مقاوم هاشمي كيندي بعد عمك مجرم وملعون كل من يعمل مقاومين لقاومهم لإحتلال الأمريكي الغاشم وما تلطخت إيديهم بدم عراقي مسجونين من أهل الغربية من أهل الفلوجة والأنبار وصلاح الدين وديالة والموصل وكاركوك وجيش الإمام المهدي بالنجف اللي قاوم المحتل الأمريكي الغاشم بعدهم جوه لكن اللي كانوا بتنظيم القاعدة الإرهابي اثنين جزء تم تهريبهم من سجن بغريب وسجن التاجي في حينها قبل ما يدخلو لنا الدواعش وجزء سلمناهم الدولهم لأن جامل هاي الحقيقة المقاوم الحقيقي بعدها يسمح حسك هاشم الكندي بعدها يسمح حسك بالسجن المقاوم الحقيقي شنو مشكلتها لقاوم المحتل معرضة بالمحتل سواء من جيش الإمام المهدي عليه السلام أو من أهل الغربية أو من ضباط جيشنا الباصل وقواتنا الأمنية اللي واجهوا المحتل بالفين الثلاثة وبالفين واربعة والفين وخمسة قبل ما يروح يصير الاتفاق ويلقاعدة الإرهابية والدخل لناياها أمريكا بفتح الحدود فوان هذا الملعن والملعون اللي لا اللي يريد الحق والعدالة يسعى إلى الإفراج على المقاوم الحقيقي بخليه بالسجون اللي يريد الحق والعدالة والله يرضى علينا على أن يسعى إلى الإفراج عن السجناء الأبرياء اللي راحوا وشاية مخبر سري وكاذب أو وشاية والله صغيره نعمر استحسن قالوا هذا أكبر تاجر مخدر هذا أكبر تاجر مخدرات وصعد ستوته أكبر تاجر مخدرات وصعد ستوته